هيك فعلياً بدأنا المحاضرة بدأنا التسجيل زي ما حكيت موضوعاً اليوم حيكون هنحكي عن الالكتريك بوتينشيل وبوتينشيل ديفرانس المقصود فيه انه نحسب فرق الجهد الكهربائي في ملطقة فيها مجال كهربائي منتظم نحسب الالكتريك بوتينشيل والبوتينشيل انرجي اللي هو الجهد الكهربائي وطاقة الوابع الكهروستاتيكية او الكهربائية كيف نحسب المجال الكهربائي اذا اعرفنا الجهد الكهربائي في الوقتة معينة الالكتريك بوتينشيل زي كيف فكرة قاوس بس هاي على البوتينشيل ونحسب الالكتريك بوتينشيل يعني اذا كان عندي انا مثلا سطح كرة ومثلا مشحون كيف نحسب الجهد الكهربائي زي كيف عملنا المجال الكهربائي اللي هي نحسب الجهد داخل الالكتريك على سطح الالكتريك وخارج ايش الكندكتر نفس اللي اشتقناه من قانون قاوس لكن على البوتينشيل مش على الالكتريك على النقاط الاساسية يعني اللي هنغطيهم الجهد الكهربائي وطاقة الكهروستاتيكية كهروستاتيكية هون مقصود انها شحنات ساكنة يعني الكهروستاتيكية طاقة الولع الكهروستاتيكية ما اخوذي من من الشحنات الساكنة كيف نحسب الالكتريك فيلد من الالكتريك بوتينشيل ونحسب البوتينشيل لايسوليتد كوندكتر خلينا نفوت بشكل سريع على الالكتريك بوتينشيل انرجي والالكتريك بوتينشيل بنا نتبه لأول معلومة انه الكهروستاتيكية في الطبيعة مكسومة لقسمين اشياء بنسميها كونزيرفاتيب فورسيز ونون كونزيرفاتيب فورسيز يعني هذا كمراجعة هلأ نجي نشوف ايش فكرة اللي هي الكونزيرفاتيب فورسيز ونون كونزيرفاتيب فورسيز خليني اذكركم بس بشوية شغلات وبنكمل هلأ لما بنحكي عن كونزيرفاتيب هاي المقصود فيها ايش يعني محافظة يعني هون بحكي عن قوة او قوة محافظة حدا عنده فكرة ايش المقصود في القوة المحافظة والقوة غير المحافظة طيب هلأ مثل ما ذكرت القوة تقسم لقسمين في هذا الموضوع تحديدا اما محافظة او غير محافظة هلأ القوة المحافظة هي القوة التي يمكن استرجاع الطاقة اللي انا بدخلها على السيستيم بقدر ارجعها واستفيد منها زي مين لو جبنا هون زمبرك بهذا الشكل وحطينا فوق الزمبرك هون حطينا كرة زي حطينا هون حجر او كرة فوق الزمبرك اذا ضغطنا الكرة الاسفل هذا الزمبرك شمده صيرت طوله بديه يقصر مظبوط يعني طول الزمبرك بديه كل معنى انه كل طول الزمبرك او يزيد انه احنا خزنا طاقة ميكانيكية في الزمبرك اللي هي الطاقة الكاملة في داخل ايش الزمبرك طاقة الوضع المرونية اذا متذكرينها هلأ اذا شلنا ايدنا عن الكرة شو بصير اذا بصير ان الزمبرك حيرجع لطوله الطبيعي وهاي الكرة هتكفز للاعلى زي فكرة الكوس والسهم زي الكوس وايش والسهم اذا احنا بنشد الكوس للخلب بتغير شكل الكوس بصير انحناء واكبر اذا بنتركه اذا اللي هو القصد السهم بنلاحظ انه برجع شكل الكوس لوضعه الطبيعي والسهم ينطلق بطاقة حركية عالية هلأ هون انا اثرت بقوة معينة انا اثرت بيش بقوة معينة للأسفل فضغطت الزمبرك مسافي معينة يعني صار في عندي الكوة في عندي ازاحة معنى القوة والازاحة هون في نفس الاتجاه معنى ان في عندي شغل موجب اللي هو الورك هذا اللي هو الشغل الشغل اللي انا بدلته على النظام اختزن في داخل النظام تبعي على شكل طاقة اللي هي الطاقة اللي صارت في داخل الزمبرك اذا لغيت القوة تبعتي يعني شلت ايدي انا من فوق الكرة اللي هيصير انه الزمبرك حيرجع لوضعه الطبيعي ويحولي الطاقة اللي كانت مخزونة فيه لطاقة حركة وين في الكرة هذا النظام بنسميه نظام محافظ نظام محافظ يعني ايش ما بدد الطاقة اللي انا اعطيته اياها يعني احتفظ في الطاقة اللي انا خزنتها فيه ورد رجع لي اياها فهون الشغل المبذول يختزن على شكل طاقة يمكن استرجاعها حيني حولت الطاقة من طاقة وضع مروني في الزمبرك الى طاقة حركة نفس الشيء طاقة الجاذبية الأرضية اللي هي طاقة الوضع الناتج عن مجال جذب الأرض يعني اذا انا بكون في عندي هون كرة على سطح الأرض كديش طاقة الوضع تبعتها يعني هون البوتينشال انيرجي طاقة الوضع اللي منخصها طاقة الوضع الجذبية هاي اللي هي اذا ما نذكرين قانونها كان م جي في ات هون القيمة هاي تساوي سفر ليه؟ لأن هالتج تساوي سفر الكرة موجودة على الأرض يعني لا تمتلك الكرة طاقة وضع اذا جينا هون عندنا رفء او سطح بنائيه هيك ورفعنا هاي الكرة من هون حطناها هون وكان ارتفاع العمارة اتج هون البوتينشال انيرجي طاقة الوضع بتساوي م جي اتج وهون لا تساوي سفر ليه؟ لأنه في ارتفاع للكرة عن سطح الأرض عن المرجع هلا أنا هون خزنت في هاي الكرة مقدار معين من الطاقة لما رفعتها على سطح البنائيه اذا سقطت هاي الكرة باتجاه الأرض هيك ردت نزلك هون بتتحول جميع طاقة الكرة اللي كانت وضع الى ايش؟ الى كائنتك انيرجي فلاحظ مجال جذب الأرض هو مجال محافظ ليه؟ لأنه الطاقة اللي خزنها في الكرة رد استردها استرجعها حولها من طاقة وضع الى طاقة حركة فنظام الزنبرك بنسميه نظام محافظ نظام مجال جذب الأرض بنسميه نظام محافظ هنشوف انه القوة الكهربائية ايضا النظام هتكون معها قوة محافظة لكن اخ تخيلوا انه انا كان في عندي سطح خشل وكان في عندي هون صندوق اذا دفعنا الصندوق او سحبناه بكوة فمسافة معينة دي الشغل تبعي بدي يكون اللي هو اف في دي مظبوط هذا اللي هو الشغل الميكانيكي فضوت دي هلأ في هاي الجزئية نلاحظ انه هون في عنا قوة احتكاك اذا ما تذكرين لأن السطح تبعي خشن هاي اللي هي الفريكشن هلأ جزء من هذا الشغل المبذول على الجسم يستغل للتغلب على قوة الاحتكاك وقوة الاحتكاك بتتحول الطاقة اللي موجودة عندي دائما لطاقة ايش ايه صوت او لطاقة حرارة هاي لا يمكن استرجاعها زي ايش زي لما بالشتوية احنا بنفرق ايدينا عشان يدفع هلأ انت بتبذل شغل لانك انت بتأثر بقوة على ايدك وبتحتك ايدك في ايدك الثاني النتيجة تبعي هذا الامر انه ايدك بتدفع وبالتالي في جزء من الشغل تبعك من الطاقة تبعتك تحولت الى حرارة هل يمكنك استرجاع هاي الحرارة وتحولها لطاقة بشكل مختلف لا وبالتالي الانظمة ها طلع الانظمة اللي فيها احتكاك تعتبر انظمة غير محافظة وصلت للفكرة كيف انه ايش انا بقصد في الكونزيرفاتيب فورس والنون كونزيرفاتيب فورس طيب خلينا نشوف الفكرة هاي نفسها يلا فبقول اذا كان عندي كونزيرفاتيب فورس معناته الشغل الضبل يو للسي هاي المقصود للكونزيرفاتيب الضبل يو معناته الشغل يعني هاي مقصود فيها ايش الشغل والسي هاي اختصار لكونزيرفاتيب فبقول شغل الكونزيرفاتيب بساوي ماينس دلتا يو هنشوف طبعا قدام هاسا ليش اللي هي اشارة ايش السالب هلا اليو هاي المقصود فيها اللي هي ايش البوتنشال انيرجي يعني هاي البوتنشال انيرجي هون الرمز تبقى حابدو صور ايش يو طاقة الوضع هي اي اي لا لا طاقة الوضع بالضبط ما هي طاقة الوضع فيه مراجع بكتبوها بوتنشال انيرجي بي اي والناس بحطوها يو وفي عندنا الكائنة اي 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 الكائنة الكائنة انيرجي بكاينة تتعامل معها مع كي هي لحالها هاي اللي هي حركة وهاي اللي هي ايش وضع طيب هلا فإذا هم في عندي construct potential energy يعني إذا كان في عندي هذا الشغل مبدول على النظام بدي أغير في potential energy تبعته وقلت أكرب مثال أنك تمسك الحجر أو الكرة عن الأرض وترفعها على الطاولة أنت بذلت شغل الشغل اللي أنت بذلته تحول إلى إلى طاقت وضع ما عطينا من الأمثلة للكنزيرفاتيب هي قوة الجاربية الأرضية اللي هي قوة المرونة الناشئة في الزنبرة هاي إذا متذكرين قانونها مجي أت والإلاستيك فورس اللي هي طاقت الوضع تبعتها هاف كي إكس سكوير هاي الكي إذا متذكرينها اللي هي إيش ما كان نسميها كونستان اللي هي معامل مرونة الزنبرة هاي الكي سمول هاي والإكس إذا متذكرين بكنا نسميها الإزاحة اللي هي هاي الإزاحة وهاي الإيش ثابت الزنبرة دكتور هذول القوانين طبعين نيويون ونكتبهم بهمونة ولا بس هاي كذلك نا هذول بس يعني أساسي نكرب لك شكرة البوتينشيال إيش إنيرجي هلأ في عنا آخر إيشامبل اللي هو الإكسبرمنتل إيشكفر باي فيزيسيسيس أن إنجينير اللي هو الإلكتريكال إيش فورس يعني هذا اللي حنحكي عنه في موضوع هذا الدرس هذا ما كان شيء دارج في العلم وإنما اكتشف إيش بالتجربة طبعا من خلال عدد من الإليتيزيائيين والمهندسين وجدوا إنه الإلكتريكال فورس أيضا كونزيرفاتيب فورس هاي الثاني عبارة عن قوة محافظة طبعا حنشوف لقدام التفاصيل هلأ وبالتالي هون حاكي لنا هاي المنطقة المضللة اللي هي we also can construct potential energy إنه حيطلع عندي إن هال potential energy الناتج عن الكهرباء المجال الكهربائي اللي هي بتساوي إيش q ضرب v هاي اللي هي الشحنة و v هاي المقصود في هالجهد الكهربائي طبعا نكمل نشوف مجرد بكل ما إنه حصلنا على جهة كهربائية ونقدر نثبت أو نشتغل على مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية هلأ هون مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية خلينا بس أرجع إيش متذكرين مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية أو قانون حفظ الطاقة بكنا نقول إنه الطاقة قبل أن تساوي بعد بالضبط وبالتالي التغير في الميكانيكا الانيرجي هاي الميكانيكا الانيرجي هاي الميكانيكا الانيرجي هاي اختصار لميكانيكا الانيرجي بقيم التغير في الميكانيكا الانيرجي لا نظام المحافظ بساوي بساوي صفر ليش طب التغير في بساوي صفر لأنه قبل شو غير ذكرتوا لي إنه الطاقة قبل بتساوي الطاقة ايش بعد وبالتالي كديش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم صفر. هلأ الميكانيكال انرجيي هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن ك زائد يو. دائما طاقة الحرقة زائد طاقة الوضع مجموعهم مع بعض من سميه الميكانيكال انرجي وهاي اللي هي بتكون ثابتة للنظام المحاطب. وبالتالي التغير فيها يساوز طيب. بقول هون لو افترضنا انه في عنا شحنة كيو هاي دخلت في او وضعناها في مجال كهرباء. هاي الشحنة هتتحرك مسافة معينة هون مسمينها اس. من نقطة اي لنقطة بي under the influence of electric force. كيف يعني؟ لو جينا احنا حطينا هون شحنة معينة في داخل المجال. انا كان في عندي هون ايش خطوط مجال بهذا الشكل هيك. وجيت حطيت هون شحنة موجبة. وين القوة اللي هتتأثر فيها الشحنة الموجبة؟ هتكون بنفس اتجاه المجال صح؟ نتذكرين القوة الكهربائية بنفس اتجاه المجال اذا كانت الشحنة الموجبة. طب هاي الشحنة لما تتأثر بقوة كهربائية هتتحرك من نقطة اسمها اي تتروح لنقطة اخرى مثلا اسمها بي. وبالتالي صار في عندي ازاحة. هاي الازاحة هون مسمينها اس. وبالتالي بيصير في عندي شغل. ليه؟ لانه انا الشغل تبعي قلت قانونه. اللي هي اذا منذكرين قانونها اللي هي ايش اف اي مضروبة في اس في كوساين الزاوية ثينا. طيب. هات لنشوف. هاي عندي مثلا نقطة اي والشحنة الموجودة عندها. تحركت الشحنة لعند ايش النقطة بي. وبالتالي كان تي عندي بكل انه الدلتا يو هاي تغير في طاقة الوضع هي عبارة عن الماينس باث انتيجرال لف ضوت دي اس واللي بتساوي ماينس كيو في اي ضوت دي اس. منين اجت هاي؟ اخذ طبعا هاي اللي هي الدلتا يو ليش كتبها زي هي. انا قبلو شو هي كتبت اللي هي دابليو صح? في الشريحة القولة قلنا دابليو بتساوي ماينس دلتا يو. هيك. طب وهاي بتساوي اللي هي ايش? اف ضوت دي. اذا منذكرين. هلا هون نتعامل مع اللي هي ديس بليسمانت ايلمنت هاي. فصارت اللي هي اف ضوت دي اس. لما يصور في عندي دي يعني جزء صغير من الازاحة بدي اغطار اخذ التكامل بهذا الشكل واستبدل الكوة هاي حط محلها كيو اي. يعني صاري الانتيجرال اللي هو ايش? اي دوت دي اس بهذا الشكل. طب اشارة السالب هاي اللي هون ونرأي حط انتبهو. هو ما حط ماينس دلتا يو حط دلتا يو. فالاشارة السالبة هتروح لوين? لعند التكامل. وهي بتصفي ايش اللي هي كيو او ماينس كيو في انتيجرال اي دوت دي اس. وبالتالي هون بكل تنسوش انه الكوة هي كونزيفة فورس. وبالتالي الورك بيعتمد على نقطة البداية والنهاية فقط. هذا في الانظمة المحافظة. الشغل ما الو علاكة في المسار اللي انا بتحركه. الشغل بيعتمد على نقطة البداية ونقطة ايش? النهاية فقط. وبالتالي بدي احرطي الشحن زي كأني من اي لعند بي ان ستريت لاين اللي هو ديس بليسمانت ازاحة. الازاحة من فحش تكون على شكل قوس. او خط متعرج. لا تكون ستريت لاين. وبالتالي بقدر اتعامل مع الموضوع ككل. اذا كانت عندي شحنة هاي هاي اللي بعينينا. اذا كانت الشحنة اتحركت وزيحت من نقطة الى اخرى. بتكون اللي هي دلتا يو. اللي هي الفاينال ناقص الانيشل. احنا كلمة دلتا هاي شو معناها? معناها دايما فاينال ناقص ايش? انيشل. مين الفاينال? الفاينال بي. احنا رحنا باتجاه النقطة بي. مين الانيشل? الانيشل كانت النقطة اي. فالدالتا يو هي يو فاينال اللي هي يو عند بي. مانس اليو انيشل اللي هي يو عند اي. وهاي بتساوي مينس كيو بالانتيجرال لاي ضوت بي اس. وحدود التكامل اللي هي البوزيشن تبع عند اي. هذا اللي هون. ولعند بي. يعني انا انتقلت. ترام اي تو بي. هذا القانون الرئيسي دكتور يعني. نعم صحيح. طبعا لو كدام حنلاحظوا ان حنغير اشياء يعني اه اه اه. يعني حتتطور العلاقات الرياضية لكدام شوه. طيب. هلا. انشوف عندنا بعدها شو بتصيف. دكتور هاد القانون اللي هو اه 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 اي ايو بي ناقص اي 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 شاوي التكامل اه اي شو بتجد. احنا بنحسب من خلاله هي اه 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 فرق الطاقة. التغير في الطاقة. فغير في طاقت الوضع. اه. نعم صحيح. التغيير في طاقة الوضع الكهروستاتيكية صحيح لا لا تقلقوش كثير هسا القوانين بتصير ألطط يعني بس لأن هذا بداية الاشتكاق يعني هلأ انت كلما بتشحوا اشتكاق طبعا آه هاي عملية الاشتكاق اللي هي كيف تطلع القوانين بس القوانين هتصير هسا قدام ألطط طيب هون طلعوا شو كاتب لنا من الملاحظات work or delta u سواء الشغل أو الطاير في الطاقة is dependent on the magnitude of the charge q يعني بعتمد على مقدار ايش الشحن ليه لأن هاي القانون هاي delta u شو بتساوي minus q وبالتالي إذا كانت q صغيرة الإجابة حتكون مختلفة على ما تكون q كبيرة وبالتالي مقدار q بأثر على مقدار ايش الطاقة طيب الشغل التالي بما انه الشغل بعتمد او الطاقة بتعتمد على مقدار ايش الشحنة وهون بحكينا we'd like to have a quantity independent of the charge and only an attribute of the electric field بدنا نروح ندور هسا على كمية لا تعتمد على مين على الشحنة وفقط تعتمد على الالكتريك فيلد هلا هون بدنا نروح نبلش باتجاه ايش الpotential نفسه وبالتالي هون we can define the potential energy bare unit charge طالع شو بده اتعامل مع potential energy bare unit charge احنا كان بشوي طلعنا انها delta u هاي بتساوي minus q integral e dot ds مزبوط اذا قسمنا الطرفين على q هيك بدي اطلع عندي انه delta u على q هاي بتساوي minus integral e dot ds وبتالي لاحظوا انا هون سفف عندي في هذا الطرف الايمن في عندي مقدار لا يعتمد على الشحنة طب بدي اصير هلا اتعامل مع potential energy لكل وحدة شحنة اللي هي جول لكل كولوم هاي الكمية اللي هي اسمها delta u على q احنا بلنسميها ياش electrical او electrical potential اللي هي الجهد الكهربائي يعني هاي اللي هنسميها ياش الجهد الكهربائي وفي هاي الحال يلاحظوا انه ابسط تعريف لل electrical او لل electrical potential انه هو potential bare unit charge هو عبارة عن الطاقة الكهربائية لكل كولوم فصار في عندنا صيغة اللي هي v بتساوي u على ايش على q pick اذا هاي صار في عندي ايش يسمو electric potential قانونه البسيط الطاقة على الشحنة هذا هذا electric potential وحدته في system of units هاي standard unit system هاي وحدته جول لكل كولوم هاي جول bare column اللي احنا بنسميه volt بدي انده انه جول بير كولوم هاي مقصود في هايش volt طبعا كيف طلعت هاي الصورة هاي دلتا v يعني مما انه طلعت v u على q بادر اقول دلتا v هي عبارة عن v final اللي هي عند v هاي دايما ال v final ناقص ال v initial اللي هو الجهد عند النقطة النهائية ناقص الجهد عند النقطة الابتدائية هاي هذا اللي اسمه دلتا v على ايش على u اللي هو minus e dot ds اللي اصلا كتبناه وبالتالي صارتي عندي هنا هاي الكمية دلتا v هي قانون ايش potential difference اللي هي فرق الجهد الكهربائي طيب كيف نعرفه قالوا هذا عبارة عن الwork done هو عبارة عن الشغل المبدول to move a charged particle عشان احرك جسيم مشحون by external agent in electric field بدي احركه بوسط شو بدي انا مؤثر خارجي في المجال الكهربائي وبالتالي هون حق اللي هون اذا انتبهته في عندي w a b b هاي اختصار لشو هاي اختصار للwork applied يعني المؤثر الشغل اللي داخل عن النظام شغل القوة اللي بتأثر في النظام انا عشان احرك الشحن في المجال بدي اأثر بقوة هلا شغل هاي القوة يجب ان يساوي التغير في طاقة الوضع مثل ما احكينا عن الكرة لما حملناها من الارض حطناها على السطح احنا ما بنقدر نحركها الا اذا كان اثرنا بقوة هاي القوة اثرت على الجسم حركة مسافة معينة اللي سمناها الازاحة وبالتالي صار في عندي شغل هذا الشغل مين عمله انا انا المؤثر الخارجي هلا شو بيساوي قيمته مقدار التغيير شغل ايش هذا يعني شغل الشحن اللي بتعمله لا شغل القوة المؤثرة هذا الشغل الابلاي شغل القوة المؤثرة هذا بيساوي قيمة دلتا بي لكن هاي القوة المؤثرة هاي القوة المؤثرة بنتج عنها تغير في الطاقة هذا التغير في الطاقة لاحظنا انه اسمه اللي هو ماينس ايش دلتا يو بيصير هذا الويرك دان باي ذي الالكتريك فيل يعني انا هون في عندي شغلين شغل القوة الخارجية يجب ان يساوي في المقدار ويعاكس في الاشارة الشغل المبدول من مين من المجال الكامل خلينا اوضح لكم هاي اكثر شوية عشاوي بس نحاول نفهم شو الفرق في الاشارة اللي بينه هلا بدنا ناخذ هذا الشغل هيك انا يجي يجي تعمل التي تعمل على رفع الجسم من هون وين تجيب الجسم هون وبالتالي احنا كمي حركنا حركنا مسافة رأسية للاعلى مقدارها اتش حتى لحد هسا عنده اشكالية واضح الامور اللي حديت هون هاي الكوة اللي ها شغل الشغل الابلايد شغل القوة المؤثرة بده يساوي الاف ابلايد مضروب في الازاحة اللي هي اتش هاي كوة للاعلى والازاحة للاعلى وبالتالي الشغل اف ابلايد مضروب في اتش حدا عنده اشكالية طيب هاي النقطة اسمها ايه هاي النقطة وهذا المستوى اسمه ايش بي الشغل تبعي زاد طاقة الوضع ولا قللها زاد المفروض زاد اكيد لانه هنا الام جي اتش صفر هنا اليو اي بتساوي صفر في الش لانه ارتفع هنا اليو عند ب هاي بتساوي m في جي في وبالتالي هذا الشغل بده يساوي الي هو دلتا يو واللي بده يساوي اليو عند ب ناقص اليو عند ايه واللي بتساوي m g اتش ناقص صفر والقانون شو بضل عنا m g في اتش اذن هاي الويرك ابلايد واللي بساوي دلتا لحديتهم في اشكالية يا شباب يا صبايا لا لا ممتع غلبة هلا انا الاشكالية اللي عندي شوي انه هيك القوانين تلخبطوا ببعض هيك او مش يعني او مش معطينا القوانين الصافية او مش فهم يعني كيف هاي القوانين اللي انا بستخدمها قوانين في في ز 1 1 هاي القوانين اللي هاي طبعة الشغل الويرك وال والدلتا ايو هذول اللي هذين طبعو الفيزيكس منطول احنا بنسترشد فيهم لأنه بنا نبدأ الاشتقاق من خلالهم ايو افهم عليك لكن انا بس عشان اوضح الفرق بين الويرك ابلايد اه الويرك ابلايد والويرك تبع ال اه ال كيف بدي ليش المقدار نفسه على في هاي الحالة لحد ديت هون احنا اشتقينا الشغل للكو المؤثرة طريع معانا ام جي صح لو جيت سألتكم بدي الويرك تبع الجرافيتي الشغل اللي بذلته الجاذبية الارضية هاته نشوف الجاذبية الارضية قوة هلوين هاي الاف جي اتجاه للا اصل صح اللي هو قانونها ام جي لكن الازاحة وين كانت للأعلى مظبوط عكس يعاني عليكم وبالتالي هاي بدي تكون اللي هي الاف تبعة الجرافيتي مضروبة في الازاحة مضروبة في كوساين المئة وثمانين لأن هالازاحة للأعلى والجاذبية الارضية بتأثر للأسفل مظبوط هاي شو هتطلع هتطلع ماينس اللي هو الكوساين المئة وثمانين هادا ماينس واحد هبتصير ماينس اف جي في اش في ات عوض محل الاف جي قانون هتطلع بصير ماينس ام جي في ات لاحظ هذول الصيرتين هاي وهاي نفس بعض صح لا لكن شو الاختلاف الاختلاف في الإشارة السالبة فطلع عندي الويرك أبلايد بساوي ناقص الويرك تبع الجرافيدي يعني لانه المقدار نفسه لكن في اختلاف في الإشارة هاي الصورة نفسها اللي عملناها هناك يعني هاي هي نفسها اللي طلعت معنا هون فطلع عندي الشغل الابلايد شو بساوي بساوي دلتا يو واللي بساوي كيو في دلتا بي طيب الويرك تبع الالكتريكال فورس القوة الكهربائية بطلع ماينس دلتا يو واللي بطلع ماينس تيو دلتا بي فولوين دي سايم سيناريو اللي احكينا كابل شوي هاي هي اللي بقيت انا ايش اوضح هالشغل الثاني هود الملاحظة بما انو احنا بنحكي عن شغل الشغل وكذلك الطاقة لأنهم بنرجع كمان مرة يا نعمي حاضر ها على الوايت بورد انا بقول لك وانا بكون برفع في الكرة للاعلى مش بدي ارفعها عن الارض احطها على الطاولة مصبوط انا برفع في الكرة للاعلى الازاح الوين لفوق ممتاز قوة الجاذبية الوين تحت كمي ازاوي بينهم تسعين لا مئة وثمانين كيف زي الزي يعني هاي الازاحة الازاحة اللي هي الديلة الاعلى صح مصبوط ملوين تحت اه فمت مصبوط مصبوط هاي هي الفكرة اللي عملناها يا نعمي مش اكتر مش اكل اه فمت اه هاي هي نفس القصة هناك بالشحنات سام سيناريو يعني ما اختلافش الموضوع بتاتا بس بتي تتبه انه الطاقة او التغير في الطاقة اللي هو الويرك ابلاي هذا ممكن يكون بوزيتف وممكن يكون نيجاتف وممكن يكون ايش زيرو ليه لانه سكيلر يعني انا قصدي هون الاشارة تعوض كذا متذكرين في القوة الكهربائية في المجال الكهربائي ما كنا نعوض الاشارة السالبة ليه لانه الاشارة السالبة هناك كانت تدل على الاتجاه لانها الالكترك فيلد والالكترك الفورس هاي هذور كميات متجهة فما بعوض الاشارة السالبة لانه يظهر الاثر تبعها في الاتجاه الكميات القياسية نعوض الشحنة باشارتها يعني موجب سالب سالب لانها يكميه قياسي يعني السالب هنا لا يدل على الاتجاه فهي هي الفكرة هاي بقولنا هون في الآخر لاحظوا تعتمد على اشارة ومقدار كل من الشحنة والجون فبدي قلبي هون انه هون لما بحكي عن الالكتريكال فورس او بحكي عن الالكتريك فيلد هون نو ساين يعني انا ما بحط ايش ما بعوض الاشارات يعني بخذ كل الشحنة نفسها يعني هون بتعمل مع الماغنيتيود تبعت كيو ما بعوض الاشارة السالبة ليه لانا بحكي عن هذول ما لهم لكن الويرك اليو او الدلتا يو والبوتينشل هذول ما لهم هون ويد ساين يعني بعوض الاشارة بتعمل مع الكيو ككل ما بأخذ الماغنيتيود لانا هذول هذول كميات قياسية هاي الفكرة كانت ايش من الموضل وبالتالي حكي لنا هون انه كان نكالكولات الالكتريك بوتينشل ات سام بوينت بي رلاتيب تو بوينت وير الالكتريك بوتينشل ايقوال زيرو واللي هي بتكون ات ات ار ايقوال انفينيتي هلا هنشوف كيف الفكرة تبعها كيف اجت هاي الانفينيتي بقول انه لاحظوا انه الالكتريك فيلد هاي اي هاي تتناسب مع واحد على الار سوال اذا متذكرين بكنا نقول الار هاي شو بتساوي كي كيو على ار تربيع اذا التناسب بين الالكتريك فيلد مع الار هو عكسي وبالتالي لما تكون الار جوز تو انفينيتي هاي لما تكون الار المسافة كتير بعيدي كديش بدي يطلع عندي الالكتريك فيلد سفر يعني انا ما اخذ كي في كيو مكسمهم على مالة نهاية الجو بدي يطلع سفر طب اذا كان الالكتريك فيلد بيساوي سفر اذا بتساوي ايش سفر ليه لان قبل الشي قلنا اليو هاي بتساوي انتيجرال اي ضد بي اس بشارة السالب مظبوط اذا كانت هاي سفر اذا تلك اي نيو مالها بتساوي سفر طب قبل شوي كمان احكينا انه الفي هاي بتساوي ايش يو على ايش على كيو طب اذا كانت اليو بتساوي سفر اذا الفي ايضا بتساوي ايش سفر فانهم بيحكيلي انه في المالة نهاية بيكون عندي الالكتريك فيلد بيساوي زيرو البوتينشل انرجي بتساوي زيرو والجهود ايضا بيساوي ايش زيرو ليه عملنا هيك لانه انا بدي ريفرانس بوينت بدي نقطة ارجع لها نقطة مرجعية لما احسب الجهود واحسب الطاقة وهنا لك قدام لما يجي لتعريف البولت هنشوف ايش الاثر هذا بصير الاوضح وبالتالي بيقول لي انه V at point هاي V B اللي هي potential at point B يعني هاي المقصود فيها الجهود عند النقطة B ماكس الجهود عند المال نهايي على اعتبار انه المرجع تابعنا له في المال نهاي بدي يكون integral E dot B S طيب ال V عند المال نهاي اذا متذكرين قبل شوية كنا شو بيساوي هذا يساوي صفر وبالتالي هذا الطرف الايصر بيظال عندي فقط اللي هو ايش ال V at point B اللي هو الجهود عند النقطة ايش B بيظال الطرف الايمن للقانون اللي هو minus integral from infinity to point B ل E dot B S عشان جهد النقطة هاي اللي ما لها هاي المقصود فيها جهد النقطة هو عبارة عن ايش كأن انا بدي او اجيب النقطة من المال النهاية اجيب الشحن ازف من المال النهاية لعند هاي النقطة كيف بنزمني شغل الشغل اللي بنزمني في هاي الحال اللي هو E dot B S طيب نكمل وحدة قياس البوتينشل دكتور اتفضل عيد اللي قبل هاي بلغ الباك من عيوني هاي اللي احكيت اخر اشي انا بدي انكل الشحن من يعني افترض ان هاي المال النهاية هاي النقطة اللي هي مالها المال النهاية بدي انكل هون هاي النقطة اسمها B شو تعريف الجهد عند النقطة B بقولك هو الشغل اللازم هذا الwork needed to move the charge or to bring the charge from infinity من المال النهاية طرت انها الشحن تبعتي هون مثلا موجودة في المال النهاية بدي احرك ها من المال النهاية لوين لهون هاي العملية بدها شغل يعني انا كيف بدي اجيب شحن من مال النهاية لعند نقطة معين بدي يكون في عندي شغل هذا الشغل عشان اجيب الشحن من المال النهاية للنقطة B مقدار اللي هو الانتيغرال من الانفينيتي للنقطة B ل E ض D S هذا شو بدي يساوي بدي يساوي اللي هو الجهد عند النقطة B ماكس ال V initial هاي ال final point هاي ال initial point طب هو كداش الجهد عند ال initial الجهد هون بساوي صفر يعني ال V عند ال infinity ما لها صفر ارجع لها الصورة هون ال V at point B ال final يعني ماكس ال V initial بد يساوي اللي هو الشور هاي اللي هو E V S منيح هلا في هاي الحالة ال V عند ال infinity 0 فهذا الحد ما له بروح شو بغل عندي هون فقط اللي هي ال V at point B هاي اللي احنا هاي حسبنا فهذا القانون بعطيني ال electric potential يعني دكتور هذو الجهود عن النقطة أيوا بالضبط هاي سمناها جهود النقطة عشان هيك إذا بدي أحسب أي جهود عند نقطة محددة بدي أتبع من هذا القانون هيك خلاص تمام دكتور هلا أنا قدامي بصيب الأمور شوي أوضح يعني تستعجز شيء كثير لأن لحد نحن في مرحلة تأسيس المعلومات وحدة كياس الشغل الجهود آسف اللي هي جول لكل كولو جول لكل كولو عشان هيك لو بدينا نسمي الجهود عند نقطة معينة بقول لك هو مقدار الشغل اللازم لنقل وحدة الشحنات الكهربائية اللي هي واحد كولو من المال نهاية إلى تلك النقطة وشرط كمان بسرعة ثابتة عشان إنه يكون الشغل اللي بذلته أنا نتج عنه تغير في طاقة الوضع فقط إذا تغيرت السرعة بيكون جزء من الشغل صار على شكل كائنتك فهون في عنا أنه تغير الوضع على مهم لكن برضو لك دام بظهر في القوانين طيب هلأ نقول بولت لكل متر منين أجت هاي طلعوا كيف نشوف كيف جبنا هاي نثبتها يعني أنا فعليا كهات ال-E الوحدة تبعتها كانت اللي هي نيوتون بير كولوم واللي هي بنقدر نكتبها as نيوتون divided by كولوم كيف بنحولها لفولت بير متر بنقول ما هون نيوتون هاي نيوتون هي عبارة عن إيش يعني منيجي على الجانب بقول ما هي نيوتون عبارة عن جول على متر صح ليه الشغل بساوي F ضط D هاي جول هاي نيوتون والD اللي هي متر إذا بدنا نيوتون لحالها بنكسم على متر على متر بظل عندي إنه نيوتون هاي شو بتساوي جول بير متر هاي الصورة لو أخذناها من هنا عوبنا شو بتيطلع عندي محل نيوتون محل نيوتون اللي حطي عبارة عن جول بير متر ديفايد بير وبالتالي بسصير إيش اللي هي إيش جول بير ميتر كولوم هيك لكن إحنا خذنا قبل شوي إنه الجول بير كولوم هاي هاي الجول بير كولوم هاي سمناها بونت وبالتالي بصير عندي الوحدة إيش اللي هي فولت على إيش على متر إذا صارت عندي هذول two equivalent units اللي هم نيوتون بير كولوم أو الفولت بير متر هذول equivalent units وحدات متكافئة وبالتالي بقدر أقيس إنه الالكتر ممكن يكون وحدة نيوتون لكل كولوم وممكن يكون وحدة فولت لكل إيش لكل متر وضحط هاي كيف أجت اللي هي فولت بير متر وبالتالي هون بقدر أعبر عن المجال بإيش فولت بير متر طيب منين أجت هاي الجول بيساوي نيوتون في متر إذن النيوتون بيساوي جول بير إيش متر وبالتالي الفولت هو جول بير كولوم إذن الكولوم جول على فولت وبالتالي بقدر أعمل هذا الشكل اللي هو زي نعمل لكم إياه هناك بس هاي يعني ون شود هاي بدأنا هون نيوتون بير كولوم إنت هاي إيش إكويفلانت 2 بير 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 هلأ في عندنا كمال وحدة لقياس الطاقة اللي هي اسمها الإلكترون بولت هاي اختصارها مزبوط هذه شحنة الإلكترون مضروبة في البولت هو واحد جول بير كولوم وبالتالي بطلع عندي الوان إلكترون بولت شو يساوي واحد وستة في العشرة في عشرة قوناك ستسعتاشر إيش جول فوين بنشوف كلمة إلكترون بولت بنكون عارفين إنه هاي تعادل واحد وستة في العشرة في عشرة قوناك وبالتالي بقدر أحكي إنه الشغل أو الطاقة ممكن إنه أعبر عنهم بوحدة إيش اللي هي الإلكترون فولت يعني الإلكترون فولت هي وحدة الطاقة هي وحدة شغل زي الجول خلينا نشوف عنا هيك مثال بسيط نكون في إجزامبل واحد فينا إلكترون أو نيجاتيف شارج إن أن إلكتريك فيلد دايريكتيد تو ذي رايت شو المقصود دايريكتيد هاي اتجاه المجال لوين لليمين أنا عندي هون مجال منتظم يؤثر باتجاه إيش الشرق اتجاه اليمين أو وهون في عندي شحن سالبي هلا إذا كانت الشحن سالبي اتجاه المجال تبقى ها بكون أو أسف اتجاه القوة اللي عليها باتجاه المجال ولا عكسه هذا أحكينا من الأول عكس المجال بالضبط الشحنات السالبي تتأثر بقوة بعكس اتجاه المجال لليمين وبالتالي هاي وين ستتحرك هاي الفلوسطي هاي الحرك اللي يسار هون الفلوسطي الشحن هتتحرك لوين ل اليمين طيب نشوف كيف هون حاكينا نقول from high voltage to low voltage آه بننبل هاي الجزئ يعني كاني بقول إنه بروح من higher voltage هون ل lower voltage هون وهاي إذا منذكريني بتشبه إشي في التيار الكهربائي التيار الكهربائي بروح من الجهد المرتفع للجهد إيش للجهد المنخفض أو حركة المي المي بتروح من النقطة العالية للنقطة المنخفضة عشان هيك احنا بنحط الخزنات على السطح خزنات المي كلهن بتبعين the same idea اللي هي change in energy كأني بقول لك إنه بتروح من المنطقة اللي فيها الطاقة عالية لمنطقة اللي فيها الطاقة مالها منخفضة عشان يكشب بقول لنا بقول لنا إنه تحت تأثير القوة المحافظة هذا الالكترون will move towards the lift بد يروح باتجاه اليسار لأن هالقوة اللي بتأثر عليه باتجاه اليسار وبالتالي بيحكي لنا هون الدلتا V is positive ليش كلي الدلتا V وهلها positive لأن هو كان عند نقطة هون وراح لنقطة هون يعني هاي كانت ال-A هاي صارت ال-B هاي كانت ال-Initial هاي صارت إيش ال-Final إحنا كلنا هون higher voltage هون في عندي lower voltage وبالتالي الشحن تبعتي بتروح من منطقة جهدها قليل اللي هي هون إلى منطقة جهدها أعلى اللي هي هون لابق نروح من منطقة جهدها قليل إلى منطقة جهدها مرتفع التغير في الجهد بدو يكون positive ولا negative positive بدو يكون positive لأن القانون الدلتا معناها النهائي ناقص الابتدائي يعني لو افترضنا هاي كانت اثنين وهاي كانت سبعة ال-Voltage هذا ال-Final اللي هي الدلتا V بدها تكون V-Final ناقص V-Initial طبعه V-Final 7 V-Initial 2 هذا شو بدو يعطيني 5 positive طيب لكن الشحن نفسها عندنا مالها سالبة مصبور التغير في الجهود موجب لكن الشحن نفسها سالبة الشحن سالبة عشان المجال لا الشحن سالبة لأنه إلكترون يا خالب حيو إلكترون أو negative charge فالقانون تبع delta U Q في delta V ال-Q سالبة في delta V موجبة هاي فبدي يطلع عندي النتيجة النهائية مالها negative لأنه times positive قدعطيه negative وبالتالي بكل إنها الطاقة مالها بتقل اليو بتقل اللي هي potential energy طب إذا قلت potential energy الكاش بدو يصير فيها الكائنتك بتتزيد ليه لأنه نحكي عن conservative system conservative system فيش ضايا على الطاقة إذا صار نقص في الطاقة في إحدى الجزئيات بدو يصير في عندي زيادة في مكان آخر فهون صارت عندي نقص في طاقة الوضع بدو يصير في عندي زيادة في طاقة الحركة عشان هي الشحنة تبدأ تتسارع يعني بصير تتحرك بسرعة مختلفة ايوه حاكيلي هون ايوه حاكيلي هون لأنه الانيرجي عندي is concerned اللي حكيناها في الأول اللي هو تتحرك الميكانيكا الانيرجي إنه مقدار التغير في طاقة الحركة يجب أن يساوي مقدار التغير في طاقة الوضع وإنما يخالف في الإشارة يعني عام زيادة واحد وطاقة أنه أنت في عندك واحد بزيد والثاني بكل أو واحد بكل والثاني بيزيد يعني كلما نقصت الك اليو بتزيد أو كلما نقصت اليو الك ايش بتزيد لكن التغير فيهم رح التغير هذا التغير بساوي التغير يعني التغير في ك بساوي التغير في ايش في يو طيب نشوف عنا هون بطلع عندي الwork done هذا شو بدي يساوي بدي يساوي كيو في دل تايش في دل تايش الجزء الثاني الي هي الشحن الموجبة نتبع نفس السيناريو عساس بس نوضح المعلومة أنا في عندي بروتون الي هو يعني positive الشحن أصلا positive لما يؤثر علي مجال كهربائي البروتون أو الشحن الموجبة بد الانيشيال هاير voltage هاي هاي voltage بد روح لوين لل final هاي الفاينل بد روح لل low voltage طب الدلتا في هون شو تتطلع الدلتا في هون تطلع negative سالبة بالضب لأنه الانيشيال أقل من الانيشيال فإذا التغير بدي يكون negative فهون حاكيلي إنه الدلتا V is negative في هاي الحالة لكن الشحن positive لما تضربهم أيضا بد يطلع negative أيضا U decrease وال K increase وبنت يلاحظ النتيجة نفسها يعني كأين بقول لك إنه هول نوع الشحن ما أثر على السيناريو الأساسي دبعنا كيف ما تتحرك الشحنة في المجال الكهربائي اليو تبع حبدو يكل و الك تبع حماله بدو يزيد هاي هي كانت إيش الفكرة من هذا السلايد نشوف نشوف هالسا كمان شو بقول هون uniform electric field is very similar to gravity اللي شرحت لكم يا في أول سلايد على إيش في الموضوع لما شبهنا بالزنبر لما شبهنا بحركة الكرة داخل مجال الأرض بقول إذا كانت البوزيتف electric charge EQ moved in uniform electric field with field lines هيهم هيك شو اللي برصير هاتنشوف سواء حركنا الشحنة من A ل B يعني هاي الشحنة راحت من وين لويت from A to B لاحظوا إنه الفورس اتجاه هلا الأسفر وإذا اتجاه من احكي يا نعمي بحكي إنه هي مع اتجاه مجالي الكهربائي بالضبط لأنها وإذا حلا وين والإذا حلا الأسفل مظبوط فبقول لإنه الدلتا بي شو هيكون قانونها كل من 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 A to B ل E dot D S واللي هي من E dot D S الد product هذا عادة بطينا كوساين في هاي الحالة الكوساين كديش الكوساين للزيرو ليه الكوة للأسفل اللي هي F والإزاحة أيضا للأسفل كم الزاوية بينهم فهون ثيتا تساويش سفر سفر كوساين الزيرو هذا عبارة عن واحد فبسي عندي minus E integral D S ليش طلع E بر التكامل ما هي كونستانت لا يعين عليكم لأنه هون يونيفورم electric field يعني electric field is constant هاي هاي معناها إنه E هاي ما لها هاي constant ثابت بما بما أنه ثابت بطلع بره التكامل إذا لاحظوا إنه delta V ها فرق الجهد الكهروستاتيكي أو الكهربائي شو قانونه minus E في D ليه هاي لأنه أنا integral هاي من A إلى B dot D S هو عبارة عن S من وين إلى وين من A إلى B يعني S عند B ناقص S عند A هاي معناها الموضع النهائي ناقص الموضع A الابتدائي هاي الموضع الابتدائي مثلا هاي الانيشيال ومثلا هاي البي طب لما بقول الموضع النهائي ناقص الابتدائي اللي هي عبارة عن هاي المسافي هيك هاي شو يسمها اسمها دي اللي هي الازاحة اللي هي اسمها فهاي integral دي اس من A لبي هي اللي نفسها عطتني مين اللي هي الدي فلاحظوا القانون كديش صفة مختصر فرق الجهد بين أي نقطتين في مجال كهربائي بساوي سالب قيمة المجال لأنه يونيفورم مضروب في الازاحة بين النقطتين اللي أنا بحكي عنه طيب مكتور هذا الحقي شو بفرق عن القبل الفرق الجهد هذا القانون شو بفرق عن قبله هذا بس يونيفورم إليكتور كتير يعني إذا كان يونيفورم ما في داع نعمل إنتيجرال اللي قبل ما كان لاش نحك عن يونيفورم فإحنا مضطرين نعمل إنتيجريشن عشان صح بشيك معات الدلتة يا جماعة الدلتة دائما النهائي ناقص الابتدائي أنا بقول لك هذا الجواب طرع كله سالم متى يكون حاصل طرح كميتين مقدار سالم لما بتكون أكبر من بي مية في المية أو بي أقل من اي يعني تخيلوا لو حطيت هنا 2 ناقص 5 شو ديطلع الجواب نيكتب لو حطيت مثلا 7 ناقص 12 شو ديطلع الجواب نيكتب إذن بما أنه VB minus VA equal negative اللي هو هاي الإشارة هاي negative معناته هذا أنه VB أقل من VA هاي معناها أنه VB ما لها أقل من VA عشان تلاحظه كيف أقول لك أنه الشحنة هاي الجهود عند النقطة V بيكون أقل من الجهود عند النقطة إيش إيه طب إذا بدنا نحسب الدلتا U الدلتا U كان قانونها Q في دلتا V طب لك حيا الدلتا دي شو طلعت minus ED وبالتالي هاي بتطلع إيش minus Q ED فإذا في هاي الشريحة أنا صار في عندي قانونين مهمة الأول إنه فرق الجهد الكهربائي بين أي نقطتين داخل مجال كهربائي بيسوي minus E في دي طب وقديش بقدر التغير في فاقة الوضع الكهروستاتيكي في مجال كهربائي منططر هي عبارة عن minus Q في E في دي إذن هاي القانونين الأساسيات اللي أنا بدي يهمون طيب حلا نشوف اللي هي الجنرال كيس هان في عندي تشارت وارتكل موب دي فرم A تو B نط باراليل تو الكتر فيل ان يونيفور الكتر كيس داي أنا هون في عندي مجال كهربائي نحو الشرق أو اللي هو لليمين أو لل X positive في عندي الشحنة عندي النقطة ايه بكتر هذا مثال مش سامق مثال هذا لا 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 هاي الجنرال كيس مش كلنا قبل شوي كلنا إنها الدلتا V هاي بتساوي minus E في D في هاي لما اشتقينا هاي الحالة كان عندي كان عندي القوة والإزاحة كانت بنفس اتجاه المجال صح الشريح اللي قبل هاي هاي كانت القوة والإزاحة براليل مزبوط مزبوط متوازيات هاي هلا في اللي بعديها بنا نقص يعني تكون الحركة مش موازية للمجال يعني أنا عندي هاي خط المجال وهي عندي لقطة مثل A بدي أن كل هذا لقطة مثل B يعني بدي أن كل الشحن from A to B إذا متج هاي الإزاحة تبعي هاي S هل هذا موازي للمجال ولا يصنع زاوية بيصنع زاوية هذا يصنع زاوية مع المجال طي اللي هاي هاي الزاوية اللي هون هاي 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 بنا نشوف إنه الشغل في المجال الكهربائي المنطبم هون لا يعتمد على المسار يعني سواء انتقلت from A to B directly هيك أو رحت from A to C بعد رحت from C to B النتيجة نفسها ليه لأن إحنا قلنا في conservative systems الشغل آه الشغل بيعتمد على initial point وال final point ما له علاقة في الباث ما له علاقة في المسار تبعي أنا فقط بعنيني النتيجة الابتدائي اللي هي بين الوضع البدائي أو البدائي والنهائي طيب نكمل بيقول هون delta V نفس القانون اللي طلع معنا اللي هي minus E برا التكامل لأن هاي constant integral dot ds اللي هو ايش s هاي الصورة هذو الفينتين dot product هذو ما له dot product dot product كنا بعطينا sine ولا cosine cosine عشاني اكصارت delta V generally شو بتساوي minus E في s في cosine ايش theta minus E في s في cosine theta هلا هاي ال s cosine theta هاي اللي هي نفس هدي ليه هاي ال s اللي هو الوتر صح ودي اللي قريبة عزاوية يعني عليكم ودي اللي هي المجاور فلو بدنا ناخد cosine theta شو تكون مجاور على ايش على شقاك القوانين نظر مطلوب لا 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 المجاور اللي هو ما له اسمه d والوتر اسمه s وضربوا تبادل اللي بيطلع عندكم من ها d بتساوي s cosine theta فرجعنا نفس الالية اللي هي delta b شو بتساوي minus e phi b بس شرط d هاي ما لها هاي مش الازاحة نفسها هذا الجزء من الازاحة الموازلة المجد فأنا بفضل عادة نعم لما اتعامل كل الطلاب دائما يتعاملوا مع هاي الصورة ليش باجي بقول لك انا هاي قطوط المجال هيك هاي اللي هي e مثلا بتساوي 600 نيوتون لكل كون انا اخدت الشحن تبعتي مثلا من هون اللي هي مثلا plus ثلاثة مايكرو كولوم وبدي احركها لوين من عند a هاي المسافة كانت عبارة عن 6 متر اللي هي الازاحة وهاي تصنع 37 درجة كوساين 37 فخلق تلك شو برايح لازم اقول delta v يعني باشرة هون هيا delta v بتساوي ماينس e s كوساين اللي هي السبعة وثلاثين الماينس e ماينس 600 p ال s قيمتها 6 متر في كوساين 37 اللي هي 8 10 بطلع درجة الجواب يعني بصي عندي مباشرة 60 في 6 في 80 أو 60 في 48 بهذا الشكل والوحد ايش volt يعني اريح لي ان اتعامل مع القانون في الصورة الجازة عشان لاحظة شو اصل في النتيجة قال لي انو ال b c هاي هي نفس ال b عند b حدا مقدر يقول لي لي شو دكتور مفهمتش لو طبقنا عن نفس القانون يا جماعة بدي اخذ delta b من c ل وين ل b بدي اروح من c ل وين ل عند b لانو ده حللها بدي تكون موازي للمجال بالضبط اخذ نفس القانون e اللي هي ماينس e في s في كوساين الكام من c ل b كده كوساين 90 يعني بالضبط 90 ليه لانو خط المجال رايح لليمين والازاح لوين لدي هاي اللي هي a وهاي اللي s كده الش الزاوية بينهم 90 درجة طب اي شي مضروب في الصفر ما هي كوساين 90 هاي 0 طب بطلع الجواب كله 0 طب سين عندي vc او vb ناقص vc هاي بتساوي 0 هذا يؤدي لانو you go directly from a to b is equivalent to going from a to c then from c to b ليش طيب لانو من a لسي الجواب طلع معاي e vb ومن c لb طلع الجواب صفر عشان يطلع نتيجة مالها نفسها دكتور ناخد break اه اه انا اقترح ناخد break شوية الواحد يروح يشرب له كاس شاي يروك عصابه هي بدي اعمل بوز للrecording ولما نرجع ذكروني انه نشغل التسجيل اه الله يرضى عليكم يا رب يعطيكم الصحة ولعافية ناخد break 10 دكايق منيح ربع ساعة اه دكتور اوكي اوكلنا على الله اوكي اه هيك رجعنا ورجعنا اه اه بلشنا اه واستكملنا عملية ايش اه التسجيل هلأ في عنا الموضوع اللي هنحكي فيه هلأ موضوع كثير بسيط اللي انه الفكرة كثير مهمة اللي هو بنسميه الايكو بتنشل سيرفيس هلأ هون الكلمة هاي اختصار يعني هي عبارة عن جمع من كلمتين من ايكوال بتنشل سيرفيس اللي هي سطوح او سطح تساوي الجهد لاني مناصرين نحكي عن سطح قيم الجهد عليها جميع حمالها متساوي وبالتالي الموتينشل كيف تتوقعه بدي يكون عليه ازايك والدي يكون سفر يعني سفر مية 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 اسمه سطح تساوي الجهد وبالتالي قيم الجهد على هذا السطح متساوي وبالتالي فرق الجهد بين اي نقطتين بدي يكون ماله بساوي سطح هاي هي الفكرة من من هذا الموضوع خلي خليعي نشو بقول هون اذا كان في عندي جسيم مشحون a particle of charge q is moved between adjacent points i and f initial للفائد اذا الجسم انتكل من النقطة initial للنقطة ايش final that have same potential لهم نفس ايش نفس الجهد يعني ال v initial بساوي ال v final تلقائيا بكون عندي no work is done ما فيش عندي شغل كهربائي لان لما بدي احسب الشغل بدي اقول q في delta v طب delta v equal zero وبالتالي بطلع عندي هون delta v equal zero وبالتالي ال work بكون ال work applied وبكون ايضا قيمت مالها بساوي سطح طيب بقول هاي النقاب الالهاب same electric potential forms what is called equal potential surface او equal potential surface او equal potential surface سطح تساوي جهد هاده ما نسميله ايش سطح تساوي جهد او سطح تساوي الجهد هلا سطح تساوي الجهد ممكن يكون imaginary يعني اصلا انا مفترض او متخيل وممكن يكون real حقيقي كيف يعني لما نروح نحسب لقدام شوي الجهد الكهربائي على سطح كرة يعني موصل كروي موس كتر رؤار يحمل شحن موزع عليه هسطح مقدارها مثلا q هنشوف انه لما نحسب الجهد عند جميع النقاط على هذا السطح هتكون متساوي يعني الجهد عند هاي النقطة بيساوي الجهد عند هاي النقطة بيساوي الجهد عند هاي النقطة and so on وبالتالي جميع النقاط على سطح الموصل الكروي لها نفس كمت الجهد اذا مقدر اعتبر انه سطح الكرة نفسه سطح تساوي جهد وبالتالي في هاي الحالة بيكون حقيقي يعني سطح تساوي الجهد اللي بحكي عنه سطح حقيقي طيب هنشوف انه لما نحسب الجهد عند نقطة تبعد r عن مركز الموصل هنلاحظ انه الجهد عند هاي النقطة ايضا بيساوي الجهد عند هاي النقطة لما نشتقلك ونطلع kq على r فاذا الشحن نفسها والنقاط لها نفس البعد هذا بيكون اماجيناري عيد اغلبك مش زي سطح قاوس انه مرة داخل الموصل ومرة خارجه نفس الفكرة نفس الفكرة هلا لكن هون اللي انقصف بس عشان أبين لكم الفرق بين الريال وال اماجيناري سطح الموصل سطح حقيقي وهو سطح تساوجه هاي اللي هون هذا اللي هون اللي بالنقاط هاي هو ايضا سطح تساوجه لكن هل هو في سطح يعني هذا حقيقة هو سطح حقيقي اللي بالنقاط لا هذا كنت بي ان سيفس لكن هذا مش ريال مش موجود يعني ما في عندي سطح حقيقي في هاي المنطقة زي كيف بيقول هون افاميلي عائلة مجموعة يعني اف ايكو بوتينشل سيرفيسز اف بوتينشل في وان في تو في تري ان في فور انا هون في عندي اربع اسطح تساوجه اربع اسطح تساوي جود الاول الاول افترضنا انه قيمة الجود عليه مالها مية هاي شو معناها الجود هون مية والجود هون مية والجود هون مية وهون مية وهون مية and so on يعني عند جميع النقاط اللي على هذا السطح قيمة الجود كيف تساوي مية البتو عليه ثمانين البتو ستين البتو ستين البتو وبالتالي شو بيقول the work done by the electric field while moving charged particles of charge q is يعني انا بدي انكل الشحن هسا بنشوف كيف اذا بدي انكلها for path one بيكون الشغل بيساوي صفر كيف يعني انا كان بدي انكل من هاي النقطة لهاي النقطة هون هيك او من هاي النقطة لهاي النقطة هيك او بدي انكل من هاي النقطة لهاي النقطة كيف بدي يطلع الشغل بدي صفر يعني اذا بدي احرك الشحن من اي نقطة الى نقطة اخرى على نفس السطح على نفس ايش السطح بدكون الشغل بيساوي سفر ليه لانه فرق الجهد بيساوي سفر طيب لو نحن على بار نمبر 2 هيو من هاي النقطة على السطح V3 انزلت هيك هيك وطلعت هون ايضا النقطة النهائية موجودة على V3 ايضا كدهش الشغل ايضا سفر ليه لانه نقطة البداية على V3 نقطة النهائية على V3 صح ولا لا ملخص الحكي انه اذا كانت نقطة البداية ونقطة النهائية على نفس السطح الشغل ما له سفر لكن اذا بدي انتقل من نقطة على V1 واروح لنقطة على V2 هل الشغل بيساوي سفر؟ الفرق بناتن بيعين عليكم اذا بدي انتقل على السطح او على المسار رقم ثلاث انا بدي اروح من V1 لل V2 لان هالنقطة واحد البداية هاي الانيشيال على V1 النهاية هاي هون الفاينل على V2 وبالتالي بسي عندي ماينس Q في دلتا V اللي هي ماينس Q في V النهائي اللي هو V2 ناقص V الانيشيال اللي هو ايش V1 وحيطلع في ماينس Q مضروبه في ثمانين ناقص مية وبطلع اللي هو عشرين مضروبه في القيم الكيو هاي طبعا Q كد بي أي نمبر ممكن تكون خمسة مايكرو ممكن تكون سالب ثلاثة مايكرو واتفار انا بتحامل مع الكيو زي ما هي positive or negative طبعا نشوف المسار الرابع المسار الرابع راح من V1 هاي هاي النقطة في المسار الرابع هاي الانيشيال على V1 والنهاية على V2 نفس الجواب بده يطلع عندي عشرين كيو الثالث والرابع شو مو كولي ها الثالث والرابع اللي اثنين طلعين ما لهم عشرين كيو عشرين كيو إذا كانت الشحن positive بده يطلع الشغل ما له positive وإذا كانت الشحن negative بده يطلع الشغل ما له أيضا negative عشان يقولنا إنه الشغل والجهد والطاقة depends on Q إذا positive or negative يعني على نوعها وعلى مقدار طب لو بدنا نروح دكتور يعني منعوض مع قيمة الشحنة إشارتها نعم صحيح منعوض الشحنة بإشارتها اللي هم في الشغل في الشغل والشغل والجهد والطاقة أنا كتب لكم إياهم في على على الوايتبورد كتبت لكم إنه للفورس والإلكتريك فيلد لا بنعوض الشحنة بإشارتها لأنه الإشارة تظهر على شكل اتجاه لكن في الpotential وال والإنرجي U وفي الويرك W بنعوض الشحنة بإشارتها طب حدا ممكن ينكل لي أو يحسب لي إذا بدي أروح من V4 هون هاي الإنيشيال وبدي أنكل الشحنة لV2 هون هاي القائد كده بيكون إيش مقدار الشغل 40 يعني 4 ناقص 60 ناقص 80 آه بدي يكون الويرك بيساوي إيش minus Q في V2 ناقص V4 صح ولا لا اللي هو V final ناقص V initial ناقص 20 يعني 80 ناقص 60 ناقص 40 اللي يعني minus Q في V final اللي هو V2 كنتو قالها 80 ناقص V initial اللي هو V4 40 وبدي يطلع الجواب إيش minus Q في 40 يا رجل الله وبدي يطلع عندي اللي هي minus 40 Q هلا إذا كانت Q positive في هاي الحالي بيطلع الشغل negative وإذا كانت Q negative بيطلع الشغل إيش positive صحولي لا الصوت قطع من عندكم ولا من عندي لا دكتور حط نيوتيوب لا الصوت قطع من عندي أنا مش عارب شو كصب محاضرتكم كل يوم سبت لما محاضرتكم بكون مرشع بشكل مش طبيعي سلامتك دكتور رأي رضا عليكم طيب نكمل هلأ هون فينا برضو معلومة مهمة هاي بقول حينو سطوح تساوي الجهود are always perpendicular to the electric field هاي مهم إنو هذول ما لهم سطح تساوي الجهود دائما عمودي على خط المجال طيب هون كمان حكينا أن we can have a series of surfaces perpendicular to e and each surface has same potential as shown زي هك يعني لاحظوا هون أنا خطوط المجال اللي عندي هيا هذا اللي هو هاي الخطوط اللي باللون اللي أزرق أو كريب على الأزرق إذا الخطوط المجال هاي تتجه نحو اليمين بطور الصوت بقطع بعرفش الجميع صوت عندي واضح عندكم الصوت واضح آه يمكن النت عند محمد نسني ممكن ممكن النت هاي حتى الواحد مع الفايبر وعالفاضي هاي الخطوط المتقطع اللي باللون البرتقالي الفاتح هاي اللي هي سطوح تساويش الجهد لاحظوا هذا السطح عمودي على خط المجال هذا السطح عمودي على خط المجال عمودي على خط المجال هلا قيمة قيمة البرتقالي هون أو هون أو هون أو هون لنفس السطح قيمة البرتقالي مزبوط مزبوط ولاحظوا انه السطح عمودي على خط المجال طب كان لو اخذنا point charge لو اخذنا point charge هاي هاي المسافة من هون لهون فهي الحال اللي هي اسمها R إذن الجود عند هاي النقطة بيساوي الجود عند هاي النقطة بيساوي عند هاي بيساوي عند هاي and so on فأول حلقة هاي هي سطح تساوي جود وهو أيضا عمودي على خط المجال ليه هاي من خصائص الأشكال الدائرية دايما دايما خط المجال اللي هو خارج من المركز باتجاه السطح لو أخذنا مماس عند السطح مثلا هون هي أخذنا tangent line ولاحظ نماله 90 درجة لو هون أخذنا tangent line ولاحظ نماله أيضا 90 درجة لاحظوا كيف عشان حتى لو كان point charge سطوح تساوي الجهد ما لها عمودية على خط المجال ولو كان في عندي electric ضايب positive negative أيضا هذا اللي هون هذا اللي هون خط أو سطح تساوي جهد طب واللي هون أيضا سطح تساوي جهد ليه هايو خلوا المماس بتلاحظون نماله perpendicular عمودي على خط المجال طبعا الهدف من بس الوضع حيض لقطة انه الاكوبوتنشال سيرفيس اولوز ايش نورمال تو دي الكترك دائما عمودية هلا كلمة بيربنديكيولار هاي معناها عمودي على طب ممكن نلاكي مكتوب بالانجليزي كلمة نورمال لها نفس ايش المعنى نورمال أيضا معناها عمودي على هون معطينا فرق الجهد ان يونيفورم الاكتريك بليد اللي هو اجزامبل واحد جاب عنا تو بليت اي و بي شبك البليت اي مع البوزيتم للبطارية والبليت بي مع ايش مع النيجا في البطارية هذا الشكل لاحقا اذا متذكرين اشي من الكهرباء هذا الشكل اللي عندي اللي اسمه كاباسيتر اذا متذكرين مكثف هذا منسميه باراليل بليت كاباسيتر مكثف ذو اللوحين المتوازعين هلا ايش اللي بيصير هيصير عندي هون بوزيتف تارجز مثلا وهون هيصير عندي ايش نيجا تارجز بخط المجال هيروح من البوزيتف باتجاه ايش باتجاه النيجاتيب هيك هاي اللي هي ايش الالكتريك فيلد بيقول calculate the electric field magnitude between the blades بنا بنا نحسب بنا نحسب قيمة المجال الكهربائي بين ايش بين الصفيحتين اول شي حكى لنا انه تماما هم صفيحتين متوازيتين اذا المجال اللي بينهم ما له uniform هاي مهم المعلوم المجال الكهربائي between any two parallel plate capacitors او barrel plates بيكون المجال الكهربائي ما لهم بينهم constant قيمة ثابتة حتى نحس احنا قلنا انه delta v اتفقنا شو هي minus e في d delta v فرق الجهد كمي هذول فرق الجهد بين هذول الصفيحتين حيو انا شابكهم على بطارية 12 فل بطارية السيارة مثلا وبالتالي قيمة فرق الجهد ما الهط ماش على المسافة بين اللوحين هو ما اعطيني 2 plates are separated by 3 في 10 سانط متر كديش اللي بينهم 3 في 10 سانط متر فبنقول هاي d 3 في 10 في 10 قوة سالة 2 وبطلع عندي electric field 4 في 10 قوة 3 بول متر يعني هذا كمثال طبيق بسيط على القانون في حالة uniform electric field طيب نشوف هاي الفكرة بحكي لي هون 3 في 10 من وين في المسال هاي 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 بقول هاي تساوي 13 سانط متر طيب هاتا شو بدي يوقع هاي حركة بروتون داخل uniform electric field هاي اذا منذكرين احنا اخذناك قبل حركة جسيم مشهون داخل مجال كهربائي منتظم انا هون معطيك صفحتين positive negative المجال اللي بينهم منتظم قيمته 8 في 10 كوة 4 volt لكل متر يعني انا معطيكم electric field يعني هذا given بكل هون بروتون released from rest يعني هاي شو معناها from rest متذكرين كلنا the initial 0 ايش ايو بالضبط the initial velocity equal 0 it undergoes displacement of 0 متر يعني معطيني الازاحة d بتساوي 0 متر in the direction of electric field بنفس اتجاه المجال الكهربائي وهي لو ما احكالنا شيئا احنا لازم نعرفها ليه لانه احنا بنحكي انه الشحن الموجة بتتحرك بنفس اتجاه المجال صح ولا لا نظر اول ايش بدون نحسب delta v بعدين نحسب ايش delta u between the points a and b يعني في المطلوب الاول بدي احسب فرق الجهد والتغير في الطاقة لما ننتقل from a هاي اللي هي الانيش ونروح لمن لل b اللي هي ايش الفائد المطلوب الثاني بدو the speed of the proton at point b سرعة الجسيم لما يصل لوين لعند اللقطة هاي وهذا اذا منذكرين يعني اتوقع كان اشي زيه في الاسئلة اه مضبوط عقوانين طيب الاول delta v شو قانون ها minus ed يعني minus 8 10 قوة او بدو نحسب فرق الجهد بين النقطتين a و b احنا قلنا فرق الجهد في المجال الكهربائي المنطبم خلاص بضرب المجال الكهربائي في الازاحة المجال الكهربائي هاي معاي 8 في 10 قوة 4 والازاحة اللي تحركها البروتون نص متر هبطلع الجواب سالب 4 في 10 قوة 4 بولت يعني تطبيق مباشر طيب نروح نحسب الدلتا يو الدلتا يو كان قانونها q في دلتا v مظبوط ها الq في دلتا v هلا نيجي نشوف الq هاي عوض محلها ايش اي تعرفوا ليش لانه هي الكترون لا هي بروتون بروتون حاكينا بروتون بس ما هو البريتون فاش علق الشحن اللي لقله موجبة يعين عليكم البروتون شحنته نفس شحنة الالكترون اللي هي 1.6 في 10 قوة سالب 19 بس الفرق بينهم انه البروتون positive والالكترون ما له negative فهون عوض شحنة البروتون اللي هي تساوي مقدار شحنة الالكترون تساوي مقدار شحنة الالكترون لكديش 1.6 فعشرة قوة ناقص 19 فانكل جهد حسبناه سالب 4 فعشرة قوة 4 وبطلع الجواب سالب 4 6.4 فعشرة قوة سالب 15 جهد لانه 1.6 ضرب 4 6.4 وهون في عندي ناقص 19 وهون في عندي بلس 4 فبطل عندي هون مينوس 15 يعني لحد هسا المسألة تطبيق مباشرة طيب نروح نشوف الاسبيد أوف بروتون أت بوينت بي يعني الدكتور انت بطلت تستعمل معادلات الحركة اللي كان في الأسائم منت الأول صرت تستعمل النتيجة النتيجة نفسها نعم يا نعم صحيح هناك حتطبقنا معادلات الحركة هون ممكن نطبق اللي هي تحولات الطاقة هلأ احنا منتفكين انه الطاقة لانه conservative system الطاقة محفوظة صح يعني change in you لازم يساوي change in k دكتور السبيد وين بدو عند بي عند بي اه هلأ احنا كمي حسبنا change in you كمي تلعت معنا من اللي قبله هيا كمي سالم 6 لأربعة 10 قبله ناقص ايش 15 هذا السالب شو معناته كيمة الشحن لا معاته نقصان عكس اتجاه المجال لا لا معاته نقصان شباب صبايا u scalar quantity ما بجيب سيرة الاتجاه ناقص في الطاقة يعني احنا قلنا معناته هون الاشارة معناها ناقص او زيادي لانا ما بحكي عن كميات متجهة هلا مر علينا قانون اذا مذكرين كنا نقول انه delta u بتساوي minus delta k او اللي كانت مكتوبة قبل انه delta k بتساوي minus delta u u u ناقص في طاقة الوضع يساوي الزيادة في طاقة الحركة صح ولا لا من الصيدات اللي حكينا هنقبل مصبوط هيك قلنا طيب عوضوا هذا minus في delta u كانت كميتها minus 6.4 في 10 قوة ناقص 15 شو بطلع الجواب بطلع الجواب 6.4 في 10 قوة ناقص 15 جول هين انا هون حسب مين حسب delta k هيا اللي هي delta k طيب delta k هي عبارة عن نص في m في في final تربيع ناقص v initial ايش تربيع مش هيك قانون delta k و v initial 0 يعني عليكم v initial هاي ما لها 0 وبالتال هاي بتسوي ايش مص في m في v final تربيع ناقص 0 طيب عوضوا مص b البروتون كتلتو حالا في كده بعرف كتلة البروتون ما فيش حدا بتذكرها 1 و 1 8 ضرب 10 1 1 67 تقريبا ضرب 10 لكو 27 100 بالسالب طبعا اه اوكي ضربت ايش ضربت له 1 67 في ايش في 10 كو سالب 27 27 في اللي بدي إياها البي فاينل اسمها البي عند بي تقريبا صح ولا لا لانها الفاينل هيا هون الفاينل عند النقطة بي هاي معروفة اللي هي 6.4 في 10 كو ناكس 15 وبالتالي اضربوا في اثنين بطلع عندكم 12.8 في 10 كو ناكس 15 هاي بتساوي 61 في 10 كو سالب 20 27 V بي تربيع إذن بطلع عندنا ال V بي تربيع بتساوي رقم وبنأخذ منه انه ال V بي بتساوي الجذر لهذا الرقم طبعا فهو نفس الفكرة هيا احطبق اليموس بهذا الشكل دكتور فضل على نص M V تربيع هي هاي من القانون التربيع صح اه القانون في تربيع او لا K قانون هاي نص M V تربيع هاي منطلع الجواب وهي طلعة السرعة اللي هي اثنين وثمانية في العشرة في عشرة قوة 6 متر لكل ثانية على نفس الطريقة بتقدر انت تستخدم هون نفس الكونين اللي خدت نكبل ما بفرد النتيجة نفسها يعني يعني لو جربت تحسب بطريقة انك تحسب الفورس قوة و تطلع تبعها بتقدر انك تحسب بنفس الآلي طيب نكون عندي هون افترض انه في عنا شحنة نقطية Q لها electric field radially outward لأن هالشحنة اعتبر انها موجب لأنه خط المجال يخرج منها ثالث جديد دكتور هذا هون يعني الفكرة يعني بس بدنا نكمل بدنا ناخذ مستوى اعلى شوي فكان اذا في عندي هون شحنة موجب خطوط المجال ستكون طالعة منها فانا في عندي نقطة هون اسمها A وعندي نقطة اسمها B وبي احسب فرق الجهد بين A و B فرق الجهد بين A وB معطيني هون الرادياس من الشحن لعند A معطيني الرادياس لعند المسافة من الشحن لعند النقطة B وبدنا ننكل شحن من A إلى B هاي الخط اللي لونه بالنفاتح القانون تبعنا انه V final اللي هي عند B ناقص V initial اللي هي عند A بتسوي minus integral E ضد B S بهذا الشكل هلا هون شو بدون نحسب دكتور بدنا نحسب فرق الجهد هيا potential difference between A and B اوكي القانون تبعنا فرق الجهد كان E dot D S integration from A to B راح كان بدي انا احسب اول اشي E dot D S اوكي لانو انا هون هذول لا هم parallel ولا هم normal وبالتالي بدي اقلب للعلاقة فكان هي عبار عن ايش ال K في Q على R تربيع هذا اللي هو ال electric field صح ال electric field لل point charge شو كان قانونه K Q على R على R تربيع بأي اتجاه باتجاه الradial R hat هذا ايش المقصود فيه R hat منذكرين اليونت vectors اللي هم I وال J وال K هذول كانوا X Y و Z صح هلا هون بما انه انا عندي شحن نقطية خط المجال يخرج من الشحن وبالتالي عند هاي النقطة مثلا اتجاه المجال هيك طب عند هاي النقطة اتجاه المجال هيك عند هاي النقطة اتجاه المجال هيك فهون بنصير نتعامل مع unit vector اسمه R hat يعني انه خط المجال اتجاه باتجاه ايش نص القطر لانه R هيا starts from q باتجاه النقطة هيك ماشي تكون دي اس هون هيك لاحظوا انه اتجاه دي اس متغير لانه مش ماشي في straight line فساعد عند ال ke q على r square في ds في cosine theta ليه لانه كان هاي هي ال ds البال ازرق وهي dr دي اس هاي هيك هاي بده تعطيني r ايش ds مزبوط مش تتعطيني بهذه حالة طلعوا مش هاي dr اللي عندي هون وهي عندي الزاوية theta بده تتعطيني ايش اللي هي ds cosine theta هاي اللي هي ds cosine الزاوية لانه هذا اللي هون dot product طيب حلا طب وين راحت الر اللي هون يعني ليش اختفت الر لما اخذنا r dot ds ضل عندي ds cosine theta طب وين الر هي هاي دكتور زي y component مالهاش كيم unit vector bravo عليك هاي unit vector يعني كيمت كديش واحد unit vector هذول كديش كيمت كل واحد فيهم واحد واحد فكادي ضربت هذا المقدار كله في واحد وبالتالي ظل زي ما وبالتالي طلعت عندي هاي ايش k e في q على r square dr حاليا صنع يتعمل معها خلاص هاي ds cosine theta هي اسم هاي ايش اللي هي dr نكمل نكمل نشوف اذا بس عندي vb ناقص va اللي هو final ناقص initial بيساوي minus 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 integral er dr dr واللي هي هاي القانون اللي هي minus keq في integral dr على r تربيع شو تكاملها هاي نذكرين حلا فيكم تكامل هاي integral dx على x square بتطلع x وكتصير x وسالب 2 مزبوط minus 1 على x على x وبنا نأخذ الحدود من b إلى a صح انا سوري من a إلى b احنا رايحين من a إلى وين ل b عشان لاحظ والتكامل تبع ها كان kq هاي ظلت زي ما هي إشارة السالب اللي هون راحت مع إشارة السالب تبع التكامل وبطلع عندي التعويض له 1 على r b 1 على r a هلا نقول هون if we choose reference where potential is zero بحيث اعتبرنا a في المالة نهاية يعني اعتبرنا أن هاي اللقطة عند المالة نهاية اللي هي a الجود عند ها كم هي كون zero وبالتالي هيصير عنده electric potential at some point located at r from point charge q اللي هو kq على r اللي ها أول ما بلشنا نحشك في المحاضرة اليوم قلنا إنه إذا بتذكرين force kq 1 q 2 على r square electric field kq على r square والpotential بطلع kq على r إذن هسا إذا أنا بدي أحكي عن الجهد الكهربائي بالقرب من أي شحن النقطية خلص شوف تتعامل kq على r نشوف كيف ألا بقول إذا كان عندي النقطة قريبة من عدة شحنات يعني طردا أنا عندي هون هاية q1 positive هون عندي q2 negative هون عندي q3 positive and هون حط قديش بدأك شحنات وبيتي هون أحسب الجهد الكهربائي بقول بما أنه الجهد كمية قياسية إذا قيمته النهائية المحصلة في طبعته المجموع هيكون جهد الناتج عن الشحن الأولى زائد الجهد الناتج عن الشحن الثاني زائد الجهد الناتج عن الشحن الثانية الثانية نجمعهم جمع جبري مع 100% يعني هون ما بأخذ محصلة لا بأخذ جمع ولا طرح ولا تعامد ولا أي شيء ولا قانون عام أنا بتعامل مع سكيلر كوانتج وبتالي جمع جبري باجي بقول هاي الشحن الأولى لها R1 هاي الشحن الثانية لها R2 وهاي الشحن الثالثة لها R3 فبطلع عندي V1 KQ1 على R1 طب V2 KQ2 على R2 V3 KQ3 على R3 وبجمع جمع جبري نشوف عندنا هون مثال كإذا لو كان في عندنا أربع شحنات على رؤوس مربع على كيف عرفت أنه مربع لاحظ D D D أربع متساوي الأضلع كلها متساوي إذا لم يتحدث عن مربع ومتعامض طبعا لاحظوا معطيني Q1 12 نانو كولوم بوزيتف Q2 24 نانو كولوم نيقت Q3 31 نانو كولوم بوزيتف Q4 17 نانو كولوم بوزيتف وطالب نحسب المجال عند السنتر عند النقطة B لعشان نحسب عند السنتر هذا السؤال حلينا زيه بدي هاي المسافة هاي اللي هي R2 هاي اللي هي R1 هاي المسافة اللي هي R3 هاي المسافة متساوية بين كلها هين عليكم فهذول كل هم متساويات لأن أنا على رؤوس مربع والنقطة عند السنتر فهو كان نقول إذا منذكرين هاي المسافة كلها اللي هو القطر بعملي مثلث قائم الزاوية صح هون مسبوط وبالتالي بقدر أحسب الوتر كاملا فبصير عندي 2R ايش تربيع بتساوي D تربيع زائد D تربيع اللي هي في ذا غرس صح إذا 2R شو بتساوي الجذر التربيع إلى D تربيع زائد D تربيع واللي هي بتساوي جذر 2H D هاي كلها بتساوي 2R وإذا تطلح R اللي هي ما لها D على جذر 2H يعني هاي مش حتتغلبوا فيها فكرتها في الزاوية يعني بس بدي أحسب المساب وبالتالي لاحظ لما حسبنا كيف كال R1 بتساوي R2 بتساوي R3 بتساوي R4 وكلها عبارة عن D على جذر بتدوه الالكتريك في السنتر بتدو الالكتريك بتنشل آآ يعني حيكون V1 plus V2 plus V3 plus V4 وD معروفة هاي الدين اللي عندنا هاي معطينا هاي هكديش 1 و3 في العشرة هاي إذا كانت الدين 1 و3 في العشرة متر إذن بكل بساطة بقدر أحسبها وتطلع لهاي 919 بالألم يعني قسم 1 و3 في العشرة على جذر 2 بعدين شو كان هاي ال V بتساوي V1 اللي هي KQ1 على R1 زائد B2 KQ2 على R2 زائد Q3 على R3 زائد Q4 على R4 هلا هو بس شو عمل طلع الكي عامل إيش مشترك بعدين انتبه كلبه هي أصلا R1 والR2 والR3 والR4 are the same نفس القيمينهم فصار عنده R بطلب بعد ضبط آه بطلب فصف هالقلون تبعه شوه هو K على R في مجموعة الشحنات هلا مجموعة الشحنات جمع جبري 12 و 31 بدوسي عندي 43 مضبوط 43 و 17 بدوسي عندي 60 بال و 24 بال بظل عندنا 36 بال هذه كانت الفكر يعني وضحة النائجة 36 أخذ المجموع الجبري لهذول هذول كلهم جمعهم جمع جبري وعوض الموضوع اللي هي عوض قيمة K تقريبا 9 و 9 عوض مجموع Q مجموع الشحنات و قسم على اللي هي R وطلع الجواب 350 بل دكتور أخذنا أي مثلث فيهن يعني عيد يا خايد غلبك R أخذنا أي مثلث موجود فيهن صح ما بفرق ما بفرق كل المثلثات اللي عندك هون متطابقة لأن نحن نحن نحكي عن مربع نحن بعنينا R الوحدي هاي المسافة اللي بتعنينا هون بده الجهود عند النقطة أول هون هون بده الجهود عند هاي النقطة اللي في المركز في السينتر عند بي هون هذا هو الجهود اللي بدو إيا طيب هلأ نشوف عنا إذا كان تلطت محاضرة دكتور آمني كعب أتطلق على الوقت هيك أوكي طيب هذا معناتو نوقف هون عند هاي الشريحة وبنكمل إن شاء رب العالمين السبت القادم تنسوش تراجع المادة مليح طيب بس دكتور سؤال أخير الكوز رح يكون بآخر وقت بالمحاضرة مزبوط نعم صحيح سؤال هلأ